السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في المحاضرة السادسة عن كيف تحصل على إفدنس باسترامة فعندنا 4 steps involved in applying الإفدنس باسترامة باسترامة هي الإفدنس باسترامة باسترامة طريقة إجابة سؤال معين لتفرم كثيرا باسترامة أول شيء لازم نبغى نعرف إيش هي المعلومات نحن نحن نحاول إجابة عليها أول شيء نحن نحاول إجابة إثنين بعد ما خلص عرفنا إيش هو السؤال حددنا الآن نجد الإفدنس البسط عشان نجد الإفدنس البسط عشان نجاوب هذا السؤال بعد كده طلعنا بسوينا السرش وطلعنا الارتكال لازم ننتقدها جيدا حسب الإفدنس عشان نعرف مصداقية إجراء هذه التجربة وفائدة هذه النتائج اللي حتى تطلع بعد كده طلعت النتائج We have to apply result لوضع البسط حسب ما يتناسب معهم على أساس أن نحصل على The best clinical decision طبعا يجيك سؤال غريب يعني محتاج أنك تحط Keywords عشان تعرف تدور في مصادر المعلومات يجيني مثلا مريض يقول طاحت أمي مع الدرج وتكسرت عظامها وعطاها الدكتور علاج A وجاء أخوي صغير قال يدرس طب وقال أعطوها علاج B كيف أكون Keywords فأبغى أدور ماذا البيشنت؟ مين هو البيشنت؟ البيشنت بعدين ماذا الانتروفنشن؟ ان الانتروفنشن دكتور جاء وعطاها علاج A ماذا الكمبارزن؟ ماذا الكمبارزن؟ يدرس طب وقتراح علاج B ماذا الاتقام اللي أبغاه؟ انها طيب من الألم اللي تحسه بسبب هذا الكسور اللي هو فكذا صارت عندي Keywords أقدر أدور فيها بالSearch Engines أدخل Female Geriatric أو Geriatric Female with Fracture Drug A أحط اسمه Drug B والأوتكم أقدر يطلع لي Keywords تقدر تطلع لي article معين أقدر أبحث فيه فعادة خارجان يجب أن تحسه بسبب أيضا أيضا مجرد هاتفة أحنا مجرد أمسه المسرح أصبح مجرد أصبح خارجان ومجرد بسبب أكثر من مجرد أعطاء مجرد أعطاء مجرد السلدنافيل safe in this patient with diabetes mellates type 2 فحنا يجي هنا نشوف كيف إننا إحنا البيكو هذي بيسموها الـ focus equation بسموه بيكو من وين كلماتهم مكونة؟ P من الpatient or a problem being addressed I من الintervention being considered C comparison between interventions and O هو الـ outcome فنيجي السؤال اللي كان في الأول كيف رحيم بيصير what clobidegral in addition to aspirin صار الـ intervention clobidegral مع aspirin prevent death or coronary event هذا الـ outcome in this patient with unstable angina هالطبيعة الـ patient P who is currently on aspirin alone هذا الـ comparison إذن إحنا الـ intervention who want to prevent cardiovascular event in patient with low ejection fraction هاذ طبيعة الـ patient إذن الـ patient حقنا patient with low ejection fraction heart failure نفس الشي السلدنفيل If the syndrome is begun هاذا الـ intervention ہاذا الـ intervention we have to start with سلدنفيل What is the risk of myocardial ischemia إحنا الـ outcome we want to reduce myocardial ischemia in this asymptomatic patient with non-coronary artery disease and the new diagnose with diabetes mellitus سوري هذا البيجنت يبغى يوخذ سلد نفيل فإحنا خايفين يصير عنده مايوكارديل اسكيمي فالأوتكم اللي ورسكيرت فروم هو المايوكارديل اسكيمي فهذا البيك هو مثل ما قلنا P for patient I for intervention C for comparison and A for O for outcome الإكسترنال فريديتي مثل ما قلنا الإكسترنال فريديتي هي الريزولتس اللي تطلع من الأبحاث هل هي سيطبل لأور population أو للريال واللأ يعني حيا نقولنا بعض الريزولت سيطلع بس ما هي applicable على الأور الريال وورد فthat's why we have to test the external validity as well as the internal validity. Conducting efficient research. How to conduct efficient research. Three four points we have to concentrate on. أول شيء هنا healthcare professionals have four points as they try to identify the best evidence available to answer well-framed question and the healthcare provider عنده very well-framed question مثل ما قلنا according بيك وقعد يدور على الإجابة. فكيف يدور على الإجابة؟ أول شيء يسأل زملائه وياخذ خبرتهم. طبعا احنا ما احترامنا لخبرات الآخرين بس حيانا الخبرات تكون حسب old school out of date الشخص هذا ما قرأ زيادة ما حدث معلوماته فالخبرات هذه لازم تأخذها بحذر. الشيء الثاني review practice guidelines اللي practice guidelines وحن نجدها بإذن الله هي evidence based or explicit opinion based or textbook for appropriate disease management. فدائما practice guidelines احيانا تكون outdated. احيانا تكون not suitable for every cases لأنها guidelines هي عبارة عن قوانين تحكمنها لكن تقدر تستثني منها بعض المرضى لأنه ما ينطبق عليهم situation اللي مشمول في هذا guideline. فالonline practice guidelines or current textbook with evidence link are useful for if the question relates to a common or will establish issue لما يكون شيء common. لكن إذا كان شيء specific فمحتاج التدور بطريقة أخرى. consult electronic database of systematic reviews and or meta analysis. احنا قلنا بندور على database تخدمنا تعطينا systematic review meta analysis. طبعا systematic review مثل ما قلنا هي المراجعة الممنهجة للدراسات. متى نلجأ systematic review meta analysis وليش يحبوها الدكاترة؟ لأنها هي بدل ما يقرأ عشر دراسات هذه تعطيه ملخص العشر دراسات. systematic reviews والmeta analysis عبارة عن ايش؟ عبارة عن مجموعة من الدراسات تم اجراءها بطريقة كويسة لكن عدد الpatient فيها قليل. او فيه اشياء مضعفتها. واخسارها الدراسات هذي يضيع فائع الفاضي او ما عنا قدرة نعيد الدراسات آآ كلها من اول جديد. في اشي يسووا؟ رح يجمعوا الدراسات هذي كلها بعدد المرضى كلهم. وفي systematic review يراجعوها مراجعة كاملة بدون ما يسووا اي تحليل احصائي. في الميتة اناليسس لا ياخذوا الداتا حقت هذي الدراسات كل دراسة ويجمعوها ما بعض يسوها pull. وبعدين يرجع يسووا عمليات احصائية من اول جديد هذي المعلومات حقت المرضى كأنهم كأن المرضى قاعدين قدامهم مثلا هذه الدراسة في عشر مرضى هاد دراسة في عشرين هاد دراسة فيها اربعين هاد دراسة فيها خمسين. كأن الثلاثمائة مرضى اللي اجتمعوا قاعدين قدامهم واخذ منهم معلوماتهم يرجع يسوها عليها العمليات الاحصائية. عشان كده تطلع قوية جدا. يعني ما تيجي تقول اول شي انه في عندي دراسة مكون من ثمان مرضى تقول كده كده ما حدها يسمع لك. تقول عندي دراسة ميتة اناليسس من ثلاثمائة مريض. الميتة اناليسس تشجع استخدام كده كده اي هو هذا كلام مفوق. فهي مراجعة ممنهجة ومنظمة لدراسات سابقة واعادة عملياتها الاحصائية. هذه هي الميتة اناليسس. فلما يجي الدكتور يقراها كأنك انت وفرت عليه قراءة 10-12-13 دراسة واخذ النتيجة اللي يبغاها والكونكلوجين المفيد. واحيانا بنظرة واحدة او بلمحة واحدة للدياقرام حق الميتة اناليسس تقدر تعرف اي علاج تختاره ويرايحك بسرعة. فهي للبزي دكتورز this is good as summaries. والسيستيماتيك كما قلنا بلوز كمبرهنسف اندربو ربرو ربرو ديوصابل داتا سيارش ان سيلكشن بروسس. في سامرايز all best evidence. طبعا في قوارين محددة ايش الدراسات اللي تدخذها كيف الدراسات اللي تدخذها كيف الدراسات اللي تدخذها في الميتة اناليسس بناء على ايش و ليش سوات اكسكلوجين ايش سوات انكلوجين كل هذا الاشياء تذكر ان شاء الله ستعرفون ما تعتمت اناليسس بالتفصيل. ويعني هي دائما ميتة اناليسس سموها كوانتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتي كوكريين لايبراري هي تخص فقط الميتااناليسي والسيتيماتيك ريفيو. كوكريين لايبراري هي عادة تفيدك عشان تعرف الافكتفنس واستخدام هذا الميديكيشن في الريال وورد. إذا ما لقينا المعلومات في الميتااناليسي والسيتيماتيك ريفيو مثل ما إحنا عارفين. يعتبروا طبعا أر the largest and best known data. بيبيلغرافيك داتا بيس او بايو ميديكال جورنال لتلتشر الباب ميز انبروسيس هذي ريكوردز بروفايد باسيك سايتيشن انفرميشن اند ابستركت بفور دا سايتيشن ار اندكس. انما تروح للانبروسيس هاته تعطيك اشياء اه اول يعني انفرميشن ان ابستركت لسه ما نشرت مقالاتها في الانالين. اه طبعا ممكن تستخدم المشترم عشان توصل للمصطلحات اللي انت تبغاها ويوجولي الى تحبوا روحوا على الباب ميت حتلاقوا في تيتوريال ساو تويوز الباب ميت بروبرلي وفيري افكتيف انا انصحكم كلكم صراحة تستارت لرنينك هاو تويوز الباب ميت بروبرلي.